كان مقرراً لهذا اللقاء بين مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية في الثاني عشر من أيلول سبتمبر الماضي أن يطفي أجواء نجابية على مفاوضات فيينا التي انقطعت مع نهاية ولاية الرئيس حسن روحاني ليمهد الطريقة أمام جولة جديدة منها مع بداية ولاية الرئيس إبراهيم رئيسي توافق الطرفان عقب اللقاء على السماح للوكالة الدولية باستبدال ذاكرة كاميرات المراقبة وصيانتها اتفاق راح العديد من الأطراف الدوليين المعنيين بالاتفاق النووي لكنه فتح أمالاً جديدة باحتمال التوصل إلى تفاهم مع الحكومة الإيرانية الجديدة التي توصف بأنها أكثر تشدد حيال الشروط التي تضعها أمريكا للعودة إلى الاتفاق العلنية منها والمخفية في الأثناء صدرت تصريحات إيجابية لوزير الخارجية الإيراني في نيويورك أكد فيها استئناف المفاوضات قريباً مع التمسك بالثوابت التي أعلن عنها إبراهيم رئيسي بصرامة لكن الوكالة الدولية لم تبق كثيراً على هذه الأجواء الإيجابية بتقرير مديرها العام الذي اتهم إيران بمنع صيانة أجهزة المراقبة في منشأة كراج وهو ما عده خرقاً لاتفاق تهران لم تتأخر إيران كثيراً متهمة التقرير بالابتعاد عن الضقة حيث لم تكن منشأة كراج جزءاً من الاتفاقات الأخيرة بسبب استكمال التحقيقات الأمنية بعد تعرضها لعملية إرهابية تخريبية قبل مدة وقد أبلغت الوكالة أكثر من مرة بهذا الأمر وهنا تتساءل أوساط إيرانية عن أهداف تقرير الوكالة الدولية في هذا التوقيت وعن غاياته ويطرح البعض هدفين متلازمين الأول هو الضغط على حكومة إبراهيم رئيسي للعودة إلى مفاوضات فيينا من دون شروط مسبقة والثاني هو تقديم تنازلات كانت قد ألمحت حكومة روحاني إلى تقديمها سابقاً وهذا ما بات اليوم صعب المنال بالحمرية الميادين